بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله معدنا مع المحاضرة التالتة من محاضرات الجافا مادة M105 النهاردة ان شاء الله هنستكمل مع بعض ويك ون اخر حاجة وقفنا عندها في نفس السلايد كان صفحة 14 كان سيكشن 2.3 بيتكلم عن عملية الموديفاي عملية التعديل الخاصة بالبرنامج بتاعك يورفيرست جافا بروجرام اللي احنا كنا اشتغلنا فيه فقط سطر واحد لعملية الطباعة بروح اطبع ولكن هنا اشتغل بطريقة مختلفة شوية والطريقة سهلة جدا يعني بالنسبة لللي نركز معي في المحاضرة الاولى والتانية هتبقى المسألة بالنسبة له اسهل مما تتخيل ولكن هنا اخلي بالك بيقولك ان انا عندي كلاس الكلاس ده اسم ولكم تو ما فيش اي مشكلة خالص هعمل الكلام ده ازاي هروح على البرنامج بتاع النيت بينز وهقف على الباكتج هي دي الباكتج بتاعتي اللي هو السندوق الاصفر اللي انت شايفه ده هقف كليك يمين واقول له عايز اروح اعمل نيو جايفا كلاس الكلاس ده زي ما احنا عارفين حرف الو بتاعها هيكون كابتل لاني هسميه ولكم تو يبقى لازم اول حرف هيكون كابتل زي ما اتفقنا على فكرة نيمينج كونفنشن وهقول له فنش وبعد كده هبدأ اشتغل كل اللي طالبوا منك هنا انك انت هتيجي هنا طبعا انا هنا ما عنديش غير الباكتج هشيل الكومنت ده وهشيل الكومنت ده انا كده عندي باكتج فقط وبداخلها كلاس ولكن ما عنديش ال public static void main طبعا هنا ده البداية بتاعت الكلاس هقول له begin of class علشان خاطر تكون فاهم وهاجي هنا هقول له to front slash ده عبارة عن end of class ويلا بينا بقى نتضرب على اللي احنا اشتغلنا عليه المحاضرة اللي فاتت هقول له طبعا public static وكلها small لانها keyword او reserved word هقول له public static void main يبقى انا هشتغل على الميسود اللي اسمها public static void main وافتح الاقواس بتاعتها كده واوعة تنسى الكيرلي براكت طيب تمام الكيرلي براكت ديت ده عبارة عن ال begin of main وهنا ده ال close بتاعها يبقى ده ال end of main انا كده جاهز ايوة ولكن اوعة تنسى string دي عبارة عن البرامتر بتاعت المين او ال argument بتاعت المين حرف ال s capital هقول له string واعمل الاقواس بتاعت ال array وهقول له args لو حد مش عارف يعني ايه array يعني مصفوفة هنشرحها طبعا بالتفصيل يبقى انا كده جاهز ان انا ابدأ اشتغل داخل public static void main المين ميسود بتاعتي طبعا ده ال end of main ميسود هو عايزك تعمل ايه عايزك تروح تطبع welcome to java مفيش اي مشكلة خالص هقول له system وحرف ال s capital dot out ده ال object بتاعي dot print هو عايزك تشتغل بالمسود اللي اسمها print وتكتب هنا جملة مفيش مشكلة هاخد من السطر ده كده copy وباست اهو ولكن بدل print هقول له print l in حرف ال l وبعد كده حرف ال n top system dot out dot print عايزك تطبع ايه هقول له والله عايزة اطبع كلمة welcome وهنا عايزة اطبع welcome to java programming واحد بيقول لي انت غلطان ليه غلطان ما انا كتبها صحة لا انت نسيت double quotation انت عندك حق لاني تي جملة string فلازم حاضرتك تكتب لنا double quotation طيب تمام welcome سؤال هو بعد لما يطبع welcome هينزل سطر لا انا مقلتلوش لاني بقول له بطريقتين بقول له l in ادي طريقة اواجي هنا اقول له بعد welcome اعمل لي back slash in علشان خاطر اعمل new line ولا قلت كده ولا قلت كده يبقى ايه اللي يحصل هيكتب welcome وما ينزلش سطر ويروح يطبع to java programming وبعد كده ينزل سطر بعد لما يخلص كلمة programming يبدأ ينزل سطر اذا انت كده علشان خاطر تشتغل يبقى انت كده فاهم الكمبيلر هيعمل ايه لو روحت شغلت البرنامج طبعا لما روحت شغلت البرنامج ايه اللي حصل welcome one هي اللي اشتغلت معي ان انا شغال على welcome two لا يبقى لازم حضرتك تيجي هنا وتقول له click يمين في الحالة دي واقول له run file علشان خاطر يشغل لي الفايل اللي انا عايزه لما بقول له write click واقول له run file او بتشتغل بشفتة مع f6 بيشغلك الفايل اللي انت عايزه ولكن لو جيت اشتغلت على السهم ده اهو شغلك welcome one هتقول لي ليه ما انا عايز اشغل ده ما هو ما يعرفش انت هنا بتقول له عايز اروح اران البروجيكت كله وهو بالنسبة له ان الكلاز ده هو الكلاز الاساسي والكلاز ده انت عملته بعد كده يبقى الاساس بالنسبة له هو welcome one وكأنه بداية البرنامج تمام لا انا عايز اشتغل على ده طيب تمام يبقى لازم يجي على welcome to write click واقول له عايز اعمل run للفايل ده هيبدأ يقول لي welcome to وخلي بالك ما سابش مسافة ده غلطان لا والله حضرتك الغلطان حضرتك المفترض يتسيب مسافة بعد welcome يا اما حضرتك تسيب لي مسافة قبل to وفي الحالتين هتقدي نفس الغرض click يمين وقول له عايز اعمل run للفايل هيقول لي welcome مسافة to java programming وبعد كده ينزل enter لو شلت ال ln من هنا وروحت شغلت البرنامج write click وrun الفايل مش هينزل سطر يبقى build successful total time zero seconds هتيجي في نفس الصف لا انا عايز لو سمحت اروح انزل سطر طيب انا عايز اشتغل بالطريقة التانية ما فيش اي مشكلة خالص click يمين يقول له عايز اعمل run للفايل الدنيا معي شغالها تماما ما فيش اي مشكلة لحد الان خالص هو ده فعلا اللي انا عايزه والسؤال ده كان خلي بالك ممكن يجي لك اوت بوت في الامتحان ولكن طبعا هيجي لك اصعب منه شوية واحنا كل فترة بنتدرب وبنزداد في الصعوبة بالتدريج بنتقل معاك من تحت الصفر لحد لدرجة انك انت تعمل application a to z بنفسك باذن الله واتفقنا انسى الحفظ لو سمحت انا ما بحبش الحفظ انا بكره كلمة حفظ افهم 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 وبعد كده هتلاقي نفسك حفظت زي ما انت عايز يعني بسهولة جدا طيب نستكمل مع بعض بيقولك ان ال class ده اللي هو اللي انا بروح اعمله عملية modify ده اللي انا عدلت فيه او البرنامج اللي انا عدلت فيه ده كان في class اسم welcome to ما فيش اي مشكلة خالص بيستخدم two statements بيستخدم جملتين علشان خاطر لنا يعني اظهر اوت بوت بشكل معي طيب ما فيش اي جديد بيقولك new and key features in each code listening are highlighted يعني كل الكلام ده ما فيش اي حاجة فيها اي حاجة فيها جديد خالص بيقولك ان هو فقط عايز يروح يشتغل على الجمل اللي هو اعمل عليها highlight highlighting دي اللي هو اعمل لها عمليه تظليل عايز يطلع welcome to java programming اللي اتنين على سطر واحد بالمنزر ده ولكن هو بيغدعك مش معنى كده ان هو نزل سطر لا البرنامج هينزل معه سطر حسب الميثود اللي انت استعملتها واحدة ما بتنزلش سطر والتانية بتنزل سطر اذا النتيجة هكتب كله على سطر واحد وبعد كده انزل سطر وعرفنا الكلام ده بالتفصيل قالك system.out الميثود بتاعتها اللي اسمها print بتطبع او بتعرض سطر ولكن الprint اللي ان مختلفة بتروح تطبع وتنزل سطر اذا ما فيش اي مشكلة خالص كل الكلام ده احنا شرحناه اكتر من مرة جاء بعد كده بدأ يقولك لأ انا عايزك تعمل لي class 3 وتعمل لي فيه شغل مختلف طيب ما فيش اي مشكلة خالص المسألة سهلة خلاص بقى احنا فهمنا وحفظنا هقف على welcome 1 كbackage اللي فيها two classes وهقولك ليك يمين وعايز new java class وهروح اعمل welcome وحرف ال w ما له capital ولا small طب لو انا كتبت small فيها حاجة حد زعلان مني لا والله ما فيش مشكلة مش هيطلع لك error ولكن جار العرف ان ال class الحرف الاول منه capital والمسود الحرف الاول منها small تمام ليه كده علشان خاطر احنا نفرق بمجرد النظر يبقى حرف ال e w capital هقوله welcome 3 لا انا هاجي وقوله 3 welcome ايه اللي بتعمله ده بيقولك the class name is not valid هو انت مذاكرتش معي المحاضرة اللي فاتت ولا ايه لما كنا بنشتغل على ال identifier مش اتفاقنا انا وانت ان ال identifier اللي هو دلوقتي لحد الان انا بشتغل على الاسم class ده بالنسبة ل identifier واسم المتغير ده برضو identifier ولكن انا بشتغل على الاسم class هنا ما ينفعش حضرتك تقول لي انه هو هيبدأ ب digit ولكن ممكن ينتهي ب digit ما فيش اي مشكلة خالص هكتب welcome 3 طب هكتب welcome احمد سويني كده اهو كتبت welcome احمد وحرف الايه capital مش انت قلتلي ان الحرف الاول من كل كلمة في ال class بتبدأ capital يا سيدي ايوة ولكن ما قلتلكش اعمل لي spaces روح اعمل لي underscore هيقبل خلي بالك في الاول ما قابلش اهو the class name is not valid طب لو انا ما عملتش ال space ما فيش مشكلة عايز تعمل space بدل ال space عمل لي underscore اذا عندي rules عندي قواعد معينة بستخدمها في ال naming بتاعت ال end fire وانا بسمي ال end fire بتاعي بتديله name معين بكتب welcome احمد ما تعمليش space ما تستخدمش حروف غريبة ولكن مسموح لك ال underscore ومسموح لك الدولار سين ما تبدأش ب digit ما تبدأش برقم ولكن ينفع ان هو الاسم يتخلى له رقم welcome 3 احمد اواجي في الاخر خالص اكتب welcome underscore احمد سري ما فيش اي مشكلة خالص يبقى غير مسموح بال spaces غير مسموح بالرموز الغريبة وفقط مسموح بال underscore والدولار سين ما تبدأش برقم كل الكلام ده كلام جميل واحنا شرحناه اكتر من مرة هقول له welcome 3 ما فيش اي مشكلة خالص تمام ولكن موجودة داخل نفس الباكتج اللي انا وقفت عليه راية كليك اللي اسمها welcome 1 هو ده اللي انا عايزه ما فيش جديد يبقى البروجيكت بتاعة اسم welcome 1 والباكتج بتاعت اسمها welcome 1 ولكن الكلاص اسم welcome 3 وحرف ال W capital والديجيت جاف الاخر ما عنديش اي مشاكل خالص هقول له finish وعلشان خاطر حضرتك ما تكتبش كتير ما تيجي كده على welcome 2 وخد الكلام ده control مع حرف ال A احنا بقى بنتعلم كتابة الكود هقول له control مع حرف ال A يعمل لي select all وright click واقول له عايزه اعمل copy وهياجي على welcome 3 double click قول له control مع حرف ال A يعمل لك select all وقول له delete صح كده لغي لك كل حاجة و control مع حرف ال V هيعمل best يبقى انت كده خدت copy best من نفس الاكواد ولكن عندك غلطة ايوة public class welcome to خليه اسري بس كده طب هو عايز يعمل ايه ده عايز يكتب هنا حاجة مختلفة شوية عايز يعمل ايه عايز يجي هنا ويقول له welcome to java programming ولكن عايز يتخلل الكلام ده spaces آآ آسف يتخللوا الو ما بين كل كلمة والتانية حاضر انا موافق اعتقد بقى الناس اللي معايا يعني بيقولي لي ما ينفعش انك انت تكتب الكلام ده مرة تانية و تالتة و ربعة احنا خلاص فهمنا ولكن انا معا لحد دي النهاية welcome backslash in to backslash in java backslash in programming لو جالك السؤال ده في الامتحان حرام انك انت ما تجيبش فيه الدرجة نهية welcome ينزل سطر to ينزل سطر java ينزل سطر programming ينزل سطر لا انا ما قلتلوش ينزل سطر هقوله بطريقتين backslash in من هنا او هقوله ln من هنا علشان خاطر ينزل لي new line right click وقوله run الفايل خلاص انا كده اصبحت الحمد لله professional وفاهم الجافا سهلة جدا ما فياش اي مشكلة خالص طيب كل الكلام ده كلام جميل بيكلمك عن new line character بالله عليك انت محتاج تفهمها خلاص بقى انا حفزتها العلامة دي بيسموها escape character ولكن الحرفين او two characters مع بعض اللي هي backslash مع ال n بيسموها escape sequence يبقى دي انا بستخدمها كعلامة escape علامة هروب ودي مع دي ال backslash n كلها مع بعض بيسموها escape sequence في واحد بيسألني انت شرحت لي قبل كده backslash t ايوه كل ده بيسموه escape sequence عندك backslash n وعندك backslash t وعندك backslash r وbackslash backslash وbackslash اتنين double cutation لو سمحت انا كنت فاهم معاك ال backslash n والbackslash t ايه بل جديد المسألة اسهل مما تتخيل لو انا جيت كده وقلت له هجرب حاجة وبعد كده اشرح لكم حالا ايه اللي انت لاحظته welcome backslash r to java programming طب لو انا شلت ال space ده وقلت له run file welcome to java programming لما تعمل space الا هيحصل هيعمل لك space في اول السطر عادي جدا هو ايه اللي جديد مفيش مشكلة عادي جدا هو عملك ال space هو طب انا عايز افرق ما بين ال r وال n انت بالله عليك شايف ايه فرق انا مش شايف فرق لو انت شايف فرق ابعتولي على الايميل ادي ال r هي ال r معناها carriage return وال n معناها new line طب هو في اختلاف والله انا لحد ال n مش شايف اختلاف لكن لو حضرتك شايف اختلاف ابعتولي على الايميل طيب تمام اتي بتعمل ايه لو انا جيت كده وكتبت باك سلاش تي بتعمل تاب من الكيبورد طب لو انا جيت كده رحت اعملت كذا واحدة علشان خاطر تكون الدنيا واضحة كليك يمين وقل له run the file اكيد المسألة واضحة بيعمل لك كذا تاب من الكيبورد يبقى انا كده عارف ال n وال r وال t طب انا عايز بقى اشتغل بطريقة مختلفة ايه هي والله انا عايز welcome to java programming افهم قال لك لان الكومبايلر مش غابي ولكن بينفز اللي انت عايزه لما انت بتعمل double quotation هو بيعتقد ان ال double quotation الاخيرة ديت اللي هي بالنسبة له التانية اهي دي الاولى ودي التانية بيعتقد ان دي القفلة بتاعتها فما بيفهمش بعد كده ايه ده مش فهم حاجة مين دول ولا العرفة بيعتقد انك انت عايز تكتب welcome to فقط فلازم تعمل ايه لازم تبين له ان هنا النهاية يبقى دي البداية ودي النهاية يبقى لازم حضرتك تيجي قبل الرمز اللي انت عايز تشتغل به اللي هو double code ده وتعمل قبليه باك سلاش بس تيجي قبليه وتعمل قبليه باك سلاش يلا بينا نشغل الملف هيشتغل معاك عادي جدا تكتب بقى سي شار بتكتب جافا اكتب اللي ساعدتك عايزه كليكي مين واقول له عايز run الفايل هيشتغل معاك عادي جدا ولو تلاحظ الجافا اتعمل لها احاطة باتنين double code يعني عايز تقول لي ان انا ممكن اجي كده واعمل single code طب تعال نجرب بدل double اخليها single تعال نجرب مش نخسر حاجة نفس الكلام رغم ان هو مش موجود في الكتاب ولكن انا بجرب معكم اهو مش موجود طيب يبقى انا كده الفكرة ان انا رحت استخدمت الاسكيب في ان انا اكتب single code و double code اعتقد كده الفكرة وضحت ولكن ما تجيش حضرتك تقول له انا هعمل ال double code هنا فالكمبيلر يحطر ويقول لك اه انت هنا نهيت الجملة بتاعتك طب والباقي ما فهموش يبقى لازم اجي كده واجي كده قبلها محدش يغلط ويجي يعملي بعدها لا قبلها قبل العلامة اللي انت عايز تكتبها وتيجي تشتغل تشتغل معاك تمام ما فيش اي مشكلة خالص يبقى احنا كده خلاص خلصنا رقم واحد وعملنا الحمد لله تطبيقات عملي لو جالك اي سؤال في الستاشر صفحة دول اعتقد يعني المفترض ان حضرتك لازم تجيب فيهم 100% اكسلنت يعني وفي كده تكون انتهت محاضرتنا النهاردة بازن الله هنتظر منكم اي استفسارات او اي اكتراحات او اي اسئلة على الايميل الخاص بيا وهو فري اربعة عشان خاطر ممكن حدي غلط وكتب فور لأ فري فور عبارة عن اربعة ليرن ماشي اات هوت ميل دوت كوم ده الايميل بتاعي فري فور ليرن اات هوت ميل دوت كوم او ممكن من خلال السايت بتاع مباشرة ان لو انت حبيت تتواصل معايا من خلال السايت برضو بنفس اسم الايميل فري فور ليرن دوت كوم تمام او ممكن تتواصل معايا مباشرة من خلال التليفون وعلى فكرة خدمة الواتساب شغالة تقدر تتكلم معايا في اي وقت في اليوم 0020 100 23 88 508 0020 100 23 88 508 لو حضرتك كلمتني عن الواتساب لو عندك اي مشكلة ولا حاجة حتى لو ما ردتش عليك اتوانس هرد عليك ان شاء الله في نفس اليوم وبكده تكون انتهت محاضرتنا النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته